تحت خطر الأمراض الأبائية والانتقالية وغيرها التي يسببها تلوث المياه تعاني محافظة كاركوك من ارتفاع ليس بالقليل بإصابة الكوليرا بينما تتعالى لداءات التحذير بعدد تزايد الوفيات ثلاثة وفيات وقرابة الخمسمائة إصابة لمرض الكوليرا سجلتها دائرة صحة كاركوك مختصون بيّنوا أن عدد الإصابات حقيقي نسبة إلى الأرقام المسجلة والتي تعتبر نصف ما سجلته دوائر الصحة في محافظة السليمانية زيادة عدد الحالات محافظتنا سببها أننا لدينا رصة فعال معظم الحالات التي اكتشفناها هي خارج المستشفيات هي بالمجتمع خارج المراكز الصحية من مراجئ المراكز الصحية التي لديهم معراض خفيفة أو ما لديهم معراض آليات السيطرة على الوبا هي أنه اكتشاف الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصابين والملامسين حتى تمنع انتشارها بعد قنوة الماء الصالح للشرب المعقم الموضوعة تحت المراكبة الصحية بشكل شبه يومي تعتبر من أهم المسببات لنقل المرضى حيث يؤكد معنيون أن المعالجة الصحية للماء تخضع لأدق عوامل الفلترة والفحص المختبري عندنا لجان خاصة لجان مشتركة ويدائرة الصحة ويدائرة البيئة حتى نشوف نسبة الكلور موجودة بهذه المناطق بداية الشبكة وسط الشبكة نهاية الشبكة فتواجد الكلور أكيد رح يقضي على الميكروبات البيولوجية والبكتريولوجية الموجودة في الماء فكوقاية للكلور كوليرا احنا متخذيها دائرة الماء إضافة الكلور ونحن دائما نراقب نسبة الكلور من خلال اللجان مالتنا التوعية الصحية من أهم سبل السيطرة على هذا المرضى ولا سيما أن انتشاره بدأ في مركز وقرى كاركوك يعتبر الماء من أهم النواقل الحيوية لجرثومة الكوليرا والذي يحتم على الدوائر المعنية اتخاذ إجراءات صحية عالية الكفاءة للحد من انتشاره من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة